في الرحلة التبشرية الثانية لبولوس رسول وقف وقف قصيرة في مدينة أفسوس في هذه المدينة كان أيضا موجود أكلة وبرسكلة اتقابلوا مع واحد اسمه أبولوس كان بعلم عن يسوع لكن حسوا أنه كان في شيء ناقص في تعليمه لأنه كان بعلم عن معمودية يحنى المعمدان فأخذوه وتكلموا معاه واتغيرت حياة أبولوس وأصبح أبولوس شخص فصيح ومقدر بالكلام يفحم اليهود من الآيات من الكتب المقدسة في العهد القديم فعندما جاء أبولوس إلى هذا المكان كانت فترة قصيرة ووعد اليهود في المجمع أنه يرجع مرة ثانية في الرحلة التبشرية الثالثة لما جاء لأفسوس اتقابل مع 12 تلميذ كانوا تلميذ يحنى الرسول لكن كانوا يؤمنوا بمعمودية يحنى المعمدان سألهم هل قبلتم الروح القدس قالوا ولا سمعنا عنهم مع أنه شيء غريب وعجيب أن يحنى المعمدان هو الذي تنبأ عن يسوع المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم عن فداء المسيح وتنبأ أيضا الذي يأتي بعده هو يعمدكم بالروح القدس والنار فكانت عبادتهم أو ديانيثهم ناقصة فبالفعل تكلمهم عن المسيح وتعمدوا باسم الرب يسوع المسيح وضع الأيدي عليهم وامتلأوا من الروح القدس وابتدأوا يتكلموا بلغات أخرى كما يقول الكتاب المقدس اشتركوا في القناة